حضرتك وصلت للجزء اللي انا كنت عايز اتكلم فيه ما نعم بما هدلك الزيارة الحالية وماذا تتضمن تسع حقائب وزارية يعني مع دولتك في هذه الزيارة وهي متنوعة ما بين الخارجية والداخلية والاقتصاد وإلى آخره هل ممكن حريرك تقول لي ما هو الهدف من هذه الزيارة اولا هذه الزيارة جاءت بدعوة كريمة من دولة اخي رئيس الوزراء الاخ العزيز الدكتور مصطفى مدبولي وهو رجل يعمل بكل وطيرة عالية من اجل رفعة مصر بتوجيه من سيادة الرئيس السيسي وكذلك الحال نحن كان لي شرف اللقاء معه في زيارتنا الاولى بوافد وزاري في عام 2019 والان تشرفنا بالزيارة الثانية والان عنا مجموعة قضايا فيها مصالح مشتركة وجزء الاساسي يأتي بدعم مصري لفلسطين وليس بدعم فلسطيني لمصر عشان كمان احنا نتواضع شوية بالمجمل العام هناك افاق للتعاون في قضايا التعليم العالي ست الاف فلسطيني يدرسوا في الجامعات المصرية مشكورين وهناك قضايا متعلقة بالتجارة والمساعدات الفنية وهناك قضايا متعلقة بالصحة وهناك قضايا متعلقة باهلي في ابناء قطع غزي وحركتهم والقضايا المتعلقة بعادة الاعمار وحركة التجارة والتنقل وغير ذلك وهناك قضايا متعلقة بالتشاور السياسي الرئيس ابو مازن توجيهاته وكذلك الرئيس السيسي ان لا يبقى اللقاء مقتصر على الرئيسين فقط ولكن نريد للقاء ان يبقى حكومي لحكومي ووزارات لوزارات مثل ما ان تحدثنا على موضوع الشأن العاطفي وهذا الحب المشترك يعني ان تتحول المسألة الى اقراءات عملية ان تتحول الامر الى مأسسة في العلاقة بيننا وبين جمهورية مصر الشقيقة الاخت الكبرى لفلسطين ولذلك دولة الرئيس الدكتور مصطفى مدبولي عمل كل جهد من ان تكون من اجل ان تكون هذه الزيارة ناجحة واستقبلنا بما يليق بفلسطين والشكر والتقدير لدولة رئيس الوزراء على كل جهد يبذلوا بعرف قديش انشغالاته وبنعرف قديش هموم مصر وبنعرف قديش انتم مشغولين في قضايا هنا وهناك ولكن هذا يبرهن على ان فلسطين لا زالت في الاولوية الاولويات بالنسبة لجمهورية مصر العربية مثل ما السودان تشكل اولوية مثل ما ليبيا تشكل اولوية ولكن حالة فلسطين حالي استثنائي بكل هذه حالات داخلية الحال الفلسطيني هو احتلال عسكري اسرائيلي لارض عربية فلسطينية